بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون كما يعرف أهل الكتاب أن التوجه على الكعبة حق من قبل الله تبارك وتعالى كذلك الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه يعني يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله أو يعرفون هذا الحكم وهو أن تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم فهؤلاء يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم فكما لا يشتبه الأب في أولاده كذلك هؤلاء لا يشتبهون في الرسول صلى الله عليه وآله لأن أوصاف الرسول صلى الله عليه وآله كانت مذكورة في كتبهم بصورة دقيقة جدا توجب اليقين بانطباقها على محمد صلى الله عليه وآله كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام كما يعرفون أبناءهم لأن الله عز وجل قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد صلى الله عليه وآله وصفة أصحابه ومهاجرته وأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يعني جماعة من هؤلاء اليهود والنصارى ممن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ليكتمون الحق يخفون الحق المبين في الكتب السابقة وهم يعلمون أنه الحق فليس عذر هؤلاء جهلهم حتى يرجى زوال هذا الجهل وإنما العناد والحسد والتكبر الذي لا علاج له طبعا هذا فريق منهم وفريق آخر عوام أميون لا يعرفون الكتاب إلا أماني وهناك فريق ثالث وهم أقل القليل آمنوا برسول الله ولم يكتموا الحق الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لكن يا رسول الله لا تهتم بكتمانهم الحق إذ الحق الذي يكتمونه من ربك يا رسول الله فلا تكونن من الممترين يعني الشاكين في هذا الحق الإنسان المحيق إذا كثرت عليه التهجمات ورمي بأنه على غير حق يكاد يشك فيه وهذا إرشاد للأمة وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وذلك باعتباره رسولا إلى هذه الأمة كما إذا خطبنا كبير القوم بأمر وأردنا أن ينفذ هذا الأمر جماعته فيخاطب الكبير ويراد به القوم هذا من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل يعني لكل أمة من الأمم من المسلمين وأهل الكتاب وجهة يعني طريقة أو ما يتوجه إليه وهو القبلة لكل أمة طريقة وقبلة هو موليها يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أمر تلك الأمة بالتوجه إلى تلك الجهة أو القبلة فلا تستغرب أن يكون للمسلمين وجهة خاصة في قبلتهم لكن حين تم نسخ طريقة وقبلة سائر الأديان والمذاهب فعلى الجميع أن يتوجهوا إلى القبلة الجديدة فورا فاستبقوا الخيرات الاستباق يعني المبادرة إلى الشيء لأخذ الجائزة التي تعطى للسابق وهذه الجائزة تسمى السبق والخيرات كل شيء حسن ذاتا أو عرضا ويجمعه كل أمر فيه رضى الله تبارك وتعالى ومن مصادقه التوجه إلى الكعبة الشريفة أثناء الصلاة ومن مصادقه الولاية لمحمد وآله عليهم السلام كما في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه أرض الصلاة والسلام أنه قال الخيرات الولاية ومن مصادقه الطاعات فكلها من الخيرات ونتيجتها الثواب دنيويا أو أخرويا وهي الجائزة والسبق التي يأخذها العبد المطيع بسبب مبادرته لفعل الخيرات فاستبقوا الخيرات يعني تنافسوا في الخيرات فالله تبارك وتعالى هو الذي موليكم هذه الطرائق ولا تبقوا جامدين على طريقة منسوخة فإن البقاء على الطريقة المنسوخة انصراف عن الخير إلى الشر وليكن هم كل فريق وفرد أن يسابق غيره في الخيرات أينما تكونوا يأتبكم الله جميعا أينما تكونوا من بقاع الأرض يأتبكم الله جميعا يوم القيامة للحساب حتى يجازيكم على أعمالكم فلا يذهب استباقكم هذا سدى بل هناك عطاء وجزاء وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتبكم الله جميعا قال نزلت في القائمة عليه السلام وأصحابه يجتمعون على غير معاد وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام فيبايعونه بين الركن والمقام ومعه عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توارثته الأبناء من الآباء إن الله على كل شيء قدير يعني قادر على أحيائكم والإتيان بكم للحساب فلا تتعجبوا من الإتيان بكم جميعا لأن الله على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين